بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في درسنا لهذا اليوم في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أسعد وأتشرف بتواجدي من خلاله معكم الأستاذ محمد من أحمد الناصر بإذن الله تعالى حديثنا يكون موجه لصف الثاني التأهيلي وعنوان درسنا لهذا اليوم إثراءات الجزء الرابع تعليمات هامة في البداية يجب علينا اختيار المكان المناسب للتعلم ثانيا أجهز كتابي وأدواتي المدرسية ثالثا أتابع الدرس بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له تأكد أن الكتاب الذي لديك هو كتاب الطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية الصف الثاني التأهيلي نستعرض بإذن الله تعالى أهم ما تعلمنا في درس أداب المزاح وكذلك سب الدار أداب المزاح تعلمني أبطال وبينا ما الذي نقصده في المزاح المزاح عندما يقوم شخص ب أو تقوم مثلا بإضحاك الآخرين أو شخص يقوم بإدخال السرور عليك وإضحاكك كذلك من خلال من خلال المزاح والمداعبة كذلك كلها من الأخلاق الجميلة أن ندخل السرور على أخي المسلم ولكن مهم جدا أن أتذكر أن هناك آداب ما معنى آداب لهذا المزاح؟ يعني يجب علي أن أطبق هذه الآداب قبل أن أقوم مثلا نريد أن نضحك الآخرين هل أقول نكتة فيها كذب؟ أو كلام غير صحيح فقط ليضحك الآخرين من هم جالسين بجانبي لا بالتأكيد يجب علي دائما حتى إذا أردت أمزح فأني لا أقول إلا الصدق هل أعمل مقلب مثلا أقول له سويت هذا الشيء وهذا مقلب وعشان يضحكون الآخرين ويكون هذا من الكذب في المزاح هذا ما يجوز وأحيانا أخلي الآخرين مثلا أقوم بترويع أخوي المسلم ليضحك الآخرين كل هذه يجب علي اجتنابها لأنها ليست من أداب المزاح إذن إذا أردت أن أمزح يجب علي أن أتحلى بآداب المزاح التي أرشدنا إليها كذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إذن لنستمع هذا الحديث يا أبطال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا إذن هنا نشاهد في هذا الحديث يا أبطال أبو هريرة رضي الله عنه من الصحابة الذين كانوا حول الرسول عليه الصلاة والسلام نقل لنا هذا الخبر عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنهم الصحابة من حوله قالوا أنك تداعبون يعني نشاهد أنه كان يضحكهم ويمازحهم بما أنه كان يمازح أصحابه ففي هذه الحالة هو عندما كان يمازح أصحابه قال إني لا أقول إلا حقا يعني وأنا أمزح لا أقول إلا الصدق لا يستخدم أي أمر آخر ليضحك الآخرين هو يصدق فيما يقول إذا أراد أن يضحك الآخرين فيجب علينا دائما أن نقتدي به و بهديه عليه الصلاة والسلام فعندما أريد أن نضحك الآخرين فيجب علي أن نكون ذلك من خلال قول الحق و نشاهد كذلك أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حرصي على أداء الصلاة والعبادات و ذكر الله سبحانه وتعالى إلا أنه حتى في بعض الأوقات يضخل السرور على أصحابه ويمازحهم كذلك معنى الكلمات تداعبنا معناها تمازعنا الحديث يدعو إلى أن من أداب المزاح أن تكون صادقا في مزاحك فلا تكذب من أجل إضحاك الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له نلاحظ هنا يا أبطال النهي من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عن أن الشخص يقوم بالكذب أن يكذب بهذا الحديث أو بأي كلام ليضحك الآخرين من خلال أن يقول بعض النكت الغير صحيحة أو يكذب في هذه النكت فيجب علينا دائما نتذكر تحذير نبينا عليه الصلاة والسلام ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك الآخرين ويل يعني هذه عبارة تهديد ووعيد شديد أن من يقول الحديث ليضحك الآخرين و هو يكذب فويل له هذا تهديد ووعيد لمن يفعل هذا الفعل بأنه له العقاب الشديد فيجب دائما علينا اجتناب هذا الفعل لكي لا نقع في هذا التحذير وهذا الوعيد الذي أخبرنا عنه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إذن كذلك نتذكر من خلال ما تعلمنا يا أبطال كلمة تداعبنا في الحديث تعني تغضب علينا أو تمازحنا من خلال ما تعلمنا كلمة تداعبنا في الحديث تعني تغضب علينا أو تمازحنا أحسنتم يا أبطال بالتأكيد هي تمازحنا في المزاح دائما أقول الكذب أو أقول الحق هيا أبطال تذكروا من خلال ما تعلمنا قبل قليل أحسنتم يا أبطال في المزاح فإني أقول دائما الحق وأتجنب الكذب فيما أقول ما يستفاد من الحديث أولا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مزاح فلا أقول إلا حق ثم بعد ذلك يا أبطال تعلمنا الدرس الثامن سب الدهر في الدرس الثامن تعلمنا سب الدهر وما الذي نقصده بسب الدهر السب نعرف أنه هو الشتم وغيره من الكلمات والألفاظ التي يتلفظ بها الشخص لكن ما المقصود بسب الدهر الدهر هو الزمان هذه الأزمنة والأوقات التي نعيشها يعني اليوم والساعة والأسبوع والشهر هذه هي الأزمنة والأوقات وهي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى فهذا الذي نقصده بسب الدهر من يسب مثلا الوقت أو يسب ساعة أو يلعن أو يشتم هذه الأوقات هذا هو المقصود بسب الدهر ما الذي أرشده إلينا ديننا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام في سب الدهر المراد بسب الدهر كما ذكرنا الدهر هو الزمان المراد بسب الدهر شتمه وعيبه أو لعنه إذن كما ذكرنا يا طي أن الدهر هو الزمان و الوقت هذا الوقت الذي نعيش فيه يعني الزمن حتى مثلا بعد ساعة الآن في هذه الدقيقة قبل دقيقة قبل ساعة كل هذه الأوقات الأيام الأشهر هي من الزمان فهذا هو المقصود بالدهر أما سب هذه الأيام فأني أقوم بشتمها أو لعن هذه الأيام فأنه يجب عليه دائما تجنب هذا العمل الذي هو سب لهذا الوقت و هذا الزمان و هذا الدهر الذي هو من مخلوقات الله سبحانه و تعالى من أمثلة سب الدهر أولا لعن الله اليوم الذي رأيتك فيه أو عرفتك فيه بعض الأشخاص ربما يتساهل في اللعن و عندما يشاهد شخص مثلا أو حدث له مشكلة مع شخص ربما يقول لعن الله اليوم الذي عرفتك فيه أو الساعة التي شفتك فيها فأنه يقوم بسب هذا الزمن و سب هذا الوقت و لعن هذا الوقت مع أن هذا الوقت ليس له علاقة الوقت هذا من مخلوقات الله سبحانه و تعالى و من يصرف ما يحدث في هذه الأوقات و الأزمنة هو الله سبحانه و تعالى إذن عندما أسب هذا الدهر و هذا الزمن فكأني أعترض على الله سبحانه و تعالى و تصريفه للأمور ففي الحديث أن الله سبحانه و تعالى يقول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر و أنا الدهر المقصود فيه و أنا الدهر يعني أنا من أصرف الله سبحانه و تعالى هو من يصرف هذا الدهر من يتحكم فيه الأحداث و الوقائع التي تكون يعني في هذه الأوقات هي من تدبير الله سبحانه و تعالى فيجب علي أن أتجنب أن أسب هذه الأوقات و الأزمنة لأنني فيها كاني أعترض على الله سبحانه و تعالى و ما قدر في هذا الوقت يعني ما يكون في هذه الأوقات من أحداث و مواقف هي من تقدير الله سبحانه و تعالى في هذا الوقت و هذا الزمن و هذا الدهر فيجب علي أن أتجنب هذا السب و هذا الشتم لها ثانيا لعن الله الساعة التي حصل فيها كذا هذا كذلك من أسالي أو من طرق من أمثلة سب الدهر ثالثا الزمن غدار كذلك هذه العبارة من سب الدهر أحيانا البعض يتساهل فيها الزمن غدار و هو بذلك الزمن هو مخلوق مخلوقات الله كما ذكرنا و ربنا سبحانه وتعالى هو من يصرف الأمور التي تكون فيه فيجب علي أن أتجنب أن أقع في مثل هذه الأخطاء و أقوم بسب هذا الدهر أو الأزمنة لأنها خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر ما يحدث فيه من أمور إلى هنا يا أبطال أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذا الدرس شكرا لكم على طيب الاستماع و المشاهدة سعدت بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر ألقاكم في دروس قادمة إن شاء الله تعالى أطبتم و طابة أوقاتكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته